بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وإيامكم بذكرى ميلاد الإمام الحسن المشتبى عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة لا يزال الكلام حول خصائص الإمام الحسن المشتبى عليه السلام وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتناول خصائص اسمه المبارك وهو حسن لاحظوا هناك رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله تبين سبب تسمية الإمام الحسن بهذا الاسم المبارك ولماذا اختير له هذا الاسم المبارك في بداية الأمر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بي أنذرتم وبعلي بن أبي طالب عليه السلام احتديتم وقرأ هذه الآية المباركة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وبالحسن أعطيتم الإحسان وبالحسين تسعدون وبه تشقون رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن بأنه هذا الإحسان الذي الله سبحانه وتعالى يمدكم به في هذا العالم يمدكم به في الدنيا ويمدكم به في الآخرة الله سبحانه وتعالى يحسن إليكم ببركة الإمام الحسن المشتبى عليه السلام لو لا وجود الحسن لما أعطيتم الإحسان ولما كان الله سبحانه وتعالى يرحمكم ويتعامل معكم بإحسان في الدنيا ولا في الآخرة نحن نعلم بأنه هذه السماوات وهذه الأرض تقوم على إحسان الله سبحانه وتعالى فالإحسان هو أساس العيش أساس هذا الوجود رسول الله صلى الله عليه وآله يبين بأنه سبب إحسان الله سبحانه وتعالى للناس هو بسبب وجود الإمام الحسن سلام الله عليه لذلك سمي الإمام الحسن بهذا الاسم اشتقاقا من هذه الصفة التي هي لله سبحانه وتعالى كذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال لما ولد الحسن بن علي عليه السلام أهدى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه في سرقة من حرير من ثياب الجنة هذا الاسم المبارك نزل بهكذا هيئة نزل بقطعة من قطع القماش التي هي من الجنة قطعة حرير من ثياب الجنة ورد اسم الإمام الحسن مكتوباً فيها فيها حسن يعني في هذه القطعة مكتوب الاسم المبارك للإمام الحسن سلام الله عليه في هذه القطعة من قماش الجنة واشتق منها اسم الحسين الإمام الحسين سلام الله عليه اسمه المبارك اشتق من اسم الإمام الحسن فلما ولدت فاطمة عليها السلام الحسن أتت به رسول الله صلى الله عليه وآله فسماه حسنا وذلك اقتداء بما ورد عن جبرائيل سلام الله عليه وامتثالا لما أراده الله سبحانه وتعالى من تسمية الإمام الحسن سلام الله عليه بهذا الاسم المبارك كذلك في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله سمي الحسن حسنا لماذا؟ لأن بإحسان الله قامت السماوات والأرض لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرحم الناس أراد أن يكرم الناس أراد أن يعطف بهم لما خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حتى يرحمهم حتى يكرمهم حتى يدخلهم إلى الجنة فقيام السماوات والأرض خلق السماوات والأرض كانت بإحسان الله سبحانه وتعالى والحسن مشتق من الإحسان وعلي والحسن اسمان مشتقان من أسماء الله تعالى والحسين تصغير الحسن لاحظوا عظمة اسم الإمام الحسن سلام الله عليه وعظمة الوجود المبارك للإمام الحسن سلام الله عليه حتى أنه أولاً اشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك اسم الإمام الحسين عليه السلام اشتق من اسمه المبارك كذلك في رواية أخرى وردت في هذا المضمون وتبين أهمية وكيفية اختيار اسم الإمام الحسن سلام الله عليه يقول الله سبحانه وتعالى يقول وأنا الإحسان وهذا حسن الله سبحانه وتعالى اشتق لكل واحد من الخمس أصحاب الكساء سلام الله عليهم اشتق أسماءهم من أسمائه المباركة اسمه محمد اسمه علي اسمه فاطمة واسمه الحسين واسمه الحسن كل واحد منهما وكل واحد منهم اشتق من اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أنا اختصرت فقط على موضع الشاهد يقول وأنا الإحسان وهذا حسن فإذن كلها إشارات إلى خلقة الإمام الحسن سلام الله عليه وإلى تكوينه المبارك وإلى صفاته المباركة ونحن نعلم بأنه أهل البيت سلام الله عليهم وقبلهم الله سبحانه وتعالى عندما يختار اسما لشخص معين هو يعلم بأن هذا الاسم ينطبق على هذا الشخص فلذلك عندما سمي الإمام الحسن بهذا الاسم هو ينطبق عليه معنى الإحسان ينطبق عليه معنى الكرم لذلك عرف عن الإمام الحسن سلام الله عليه بأنه كريم أهل البيت واحدة من أسبابه هو هذا الاسم المبارك وهذه الصفة المباركة كذلك في رواية أخرى في هذا المجال يقول الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إليه يا آدم يقول النبي صلى الله عليه وآله يا آدم هؤلاء خمسة من ولدك لعظيم حقهم عندي اشتققت لهم خمسة أسماء من أسمائه فأنا المحمود وهذا محمد وأنا العلي وهذا علي وأنا الفاطر وهذه فاطمة وأنا المحسن وهذا الحسن لاحظوا الإشارة أنا اقتصرت فقط على موضع الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يبين بأنه أنا المحسن وأنا الذي أحسن على الناس وأنا الذي أمدهم بالعطاء لذلك اخترت اسم الإمام الحسن سلام الله عليه واشتققت له هذا الاسم من اسمي كذلك ورد في الروايات المباركة في هذا المجال بأنه لما ولد الإمام الحسن سلام الله عليه واختار الله سبحانه وتعالى له هذا الاسم المبارك رسول الله صلى الله عليه وآله أراد شكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع في هذه الهدية التي قدمت له من قبل الله سبحانه وتعالى يقول الإمام الباقر سلام الله عليه أنه لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين هذه من الأمور التي تغيرت بعد ولادة الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليه الصلوات المفروضات كانت عشرة ركعات لكل فريضة ركعتين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كانت عبارة عن ركعتين ركعتين ولكن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات شكرا لله فأجاز الله له ذلك هذه الصلوات التي نصليها هي من الأمور التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله شكرا لله سبحانه وتعالى على أن رزقه الإمام الحسن سلام الله عليه وأن رزقه الإمام الحسين سلام الله عليه جعلنا الله وإياكم من العارفين بحرمة الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة